بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الفيديو رح أتحدث إن شاء الله كيف إنه بالقراءة بنقدر ننمي أنفسنا دون ما إنه ننظر للمصائب اللي حوالينا أو للصعوبات اللي حوالينا إنها تقلل من عزيمك فهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومعروف أن حديث البخاري هي حديث صحيحة بحيث نأخذ العظى والعبرة ممن كانوا قبلنا كيف كانوا يعذبون بأشد أنواع العذاب وأن ذلك لا يصدهم عن دينهم فما بالنا نحن في هذا الزمن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر السماء تمتر علينا بهذا الفيديو رح أتحدث كيف تنموا هويتكم أو القدرات اللي بتكون موجودة عندكم دون اللجوء لأحد أو بدون إنكم تنتظروا آخرين يساعدوكم يعني شقوا الطريق بأنفسكم وبالنهاية إن شاء الله رح نحصل على ثمرة مجهودنا مثلا الموقع اللي أمامنا أنا كنت أخذ أي موقع أطلع عليه أشوف شو فيه كلمات بعد ما تعلمت الأساسيات في اللغة التركية أو مثلا اللغة الإنجليزية بأخذ الأساسيات ثم ببلش إنه أشتغل أنا بنفسي يعني مثلا هذا الموقع عجبني تحدث عن الدييم أتاسوزو اللي هي الأمثال الشعبية طبعا بالقراءة مننمي أنفسنا ومنتعرف على ثقافة الدول الأخرى من خلال تعلم لغتهم يعني مثلا اللي أمامنا الأتاسوز اللي هو قول ما يجاك دويا آمين دمك إحنا بنحكيها باللغة العربية أي احكي آمين إنه الإشي هذا ما صار يعني كأنه احمد الله إنه هالشي ما صار فبهاي الطريقة حلو إنه الواحد يتعلم لغة الدول الأخرى ويتعرف على ثقافاتهم قال الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خاصة إنه فيه كلمات مشتركة منلاقيها بالقموس العربي يعني عنا موجودة باللغة العربية كلمة اللي أمامنا مشروعية هي نفسها بالعربي مشروعية الكلمة اللي أمامنا الأولى تفسية توصية وتصفية يعني إنسان بصفي شيء يعني مصفا شفتوا كلمات مثل العربي يعني الواحد إذا ما تعب على نفسه صراحة بضله في مكانه يعني هاي مثلا حطينا على كلمة تفسية ويعطيني ترجمة لمعناها بشكل كامل كيف تستخدم والاسم منها والفعل منها فرق بينها وبين الكلمة الأخرى وطريقة استخدامها باللغة وحتى أنا مكتوب أربشة تصفية يعني إنه أيضا هاي كلمة تستخدم القموس اللغة العربية مثل ما حطينا بالأزرق يعني تميز اللي هي تميزلمة اللي هي النظافة يعني مثلا نحط الرز بمصفا ونصفي ونغسله حتى إنه نزيل الغبار عنه هاي اسمها تميزلمة كلمة الأخرى بير كلمة اللي هي مكتسب هك مكتسب هك يعني حق مكتسب وهي أيضا كلمة عربية أيضا اللي أمامنا المظلل باللون الأزرق يابان جيسو زلري كارشيك كلمة متقابلة باللغة الأجنبية باللغة العربية وشو بقابلة باللغة التركية دا المكان من عند سطر تاني بالأزرق تيكلا ينز اللي هي لمشاركتنا في إضافة كلمة أخرى للموقع تكون مشتركة بين اللغة العربية واللغة التركية هاي حطيت أنا الترجمة أمامكم للسطر اللي ظهر أمامنا ومنكبس على الرابط حتى إنه نساهم بإضافة كلمة للموقع بفتح الرابط أمامنا مثل ما هو ظهر أمامكم هلأ يعني الكلمة التي تقابل باللغة الأجنبية مثل ما بيّنت لكم بترجم أمامكم لمعنى السطر وهيك ظهر أمامنا الفورم اللي لازم نعبيه طبعا لازم نملأ مكان الإيميل ونكتب الكلمة اللي إحنا بدنا نحطها باللغة العربية وبالسطر الثاني بدنا نكتب الكلمة اللي بتقابلها باللغة التركية ثم نضغط على الكلمة وهايك بتضيف الكلمة للموقع لازم نكون متأكدين من الكلمة قبل إضافتها أيضا موقع آخر أمامنا اللي هي الخدمات اللي بتتعلق بالزواج يعني طريقة أيضا حتى إنه واحد يتعرف على الثقافات الموجودة في البلد الآخر يعني مثلا لو كان عندكم فضول مثلي وحبيتوا إنه تطلعوا على الثقافات الأخرى يعني بيكون فيه عندنا صالة للأفراح عن طريق البلدية طبعا المعازين بيكونوا على اليمين وعى الشمال سطرفته سطرفته وبالأمام بيكون العرسان والشهود بالإضافة بيكون من البلدية الشخص اللي بوثق حادثة الزواج معاملة الزواج بتكون هافتة إتشي اللي هي داخل الأسبوع بدون السبت والأحد أيام العطال ومن التسعة لتلاتة ونصف طبعا هاي الشروط لتحقيق الزواج في تركيا ترك فتنتاش لري اتشين هاي خاصة بالأتراك لو حولنا مثلا الصفحة للغة العربية منشوف كل الشروط المطلوبة للزواج شكل واضح ومفهوم يعني مثلا عنا بطاقة الهوية الشخصية لازم تكون بطاقة أصلية موجودة تقرير صحي يعني إحنا بالدول العربية بنعمل فحص للتلاسيمية ومع طالبين فحص فقر الدم ما بعف إزا هو نفسه يعني بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تكون قبل خمس شهور يعني صور حديثة طبعا لازم يكون الجبين والذقين والوجه مكشوف تلحكي بالنسبة للنساء المحجبات أيام الزفاف المحددة عندهم الاثنين والثلاثاء والخميس وعطلة نهاية الأسبوع لكن النقطة اللي أنا استغربت منها إنه في أعمار يعني يعتبروا قاصر أو تحت 18 يعني أعمار 16 و 17 بموافقة كاتب العدل ووجود ذويهم يعني بتقدموا إلى الزواج أيضا إذا كان فيه زواج سابق لازم توثيقه إنه فيه كان زواج سابق بالإضافة إلى استخدام الاسم قبل الزواج ممكن الواحد يستقدم اسمه قبل الزواج ويكون بعد الزواج باسم الزوج لأنه ممكن إنه زوجة تنسى بالاسم زوجها كمان فيه نقطة إنه اتفاقية فصل الممتلكات يعني ممكن إنه الزوج والزوجة كل واحد بده ممتلكاته تكون منفصلة عن الآخر يعني هاي بتفيد يمكن بشغلة التوريث يعني سبحان الله كل بلد إلو عاداته وتقاليده في الزواج في عنا هون بالنسبة للمواطنين الأجانب الشروط اللي لازم يحققوها إنه أول شي لازم يحددوا مكان إقامتهم بالإضافة يحصلوا على شهادة رخصة زواج من القنصلية وتكون طبعا مصدقة ومعتمدة من وزارة الشؤون الخارجية في أنقرة بالإضافة إلى شهادة الميلاد طبعا من بلدهم الأصلي أيضا ممكن إنه يتم اعتمادها لكن يفضل إنها تكون أيضا مترجمة للغة التركية حتى الجواز السفر لازم يكون مترجمة للغة التركية وتوثيقه بالإضافة إنه يكون في عنا تقرير طبي بالإضافة إلى وجود خمس صور أيضا للزوج والزوجة هلا إحنا ليش بنحكي تحدث بلغة البلد مهمة وتعلم لغتهم لأنه الزوجين إذا كانوا لا يتحدثون اللغة التركية عند زواج فلا بد من وجود مترجمة محلف طبعا مأجور بيكون بياخدوا أجرى عليه يعني مثلا من طرق تعلم اللغة أيضا لأمامنا رشدة اللي هي اللي بتكون موجودة مع الدواء حلو إنه نعرف الدواء إيش الأثار الجانبية إلا إلو إيش استخداماته كيف تريد استخدامه يعني وبهيك بتزيد حصيلة المصطلحات اللي عنا حتى من الناحية الطبية فلازم نتعلم لغة البلد اللي منكون فيها حتى نقدر نتعايش ونندمج معهم لأنه هاي الشغلات تلزمنا مثل المستشفى بتحتيت تلزمنا لصيدلية لا سمح الله إن شاء الله ما منحتاج لها نحنا ولا إنتو طريقة الأخيرة بهذا الفيديو حتى ما أطول عليكم إنه ممكن واحد يجيب كتاب هذا الكتاب اللي أمامنا أنا كتير عجبني علمي 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 يعني حالة العلم للأسرة كيف الأسرة؟ معلومات دينية يعني المعلومات اللي داخل الكتاب معلومات دينية يعني كما يظهر أمامنا مثلا اللي هي المقدمة اللي هي بحكينا عن الزواج أهمية الزواج أهلية الزواج الخطوبة يعني كل ما يخص الأسرة بالإضافة يعني يعني حقوق الزوجة حقوق الزوج ابلين مأهلية لشروط الزواج داخل الكتاب حلو انه برفقوا معلومات دينية يعني ممكن حديث او دعاء او آية من القرآن الكريم وبتكون باللغة العربية وباللغة التركية طبعا لو لا اهمية الموضوع لما تحدثوا عنه مطولة سامحونا وارجعوا ان يكون فيديو مفيد يعطيكم العافية